بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التراميد نلتقي اليوم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية مكون الاستجابة عنوان الدرس أذكر الله وأعظم الله في صلاتي الموجود في الصفحة 89 من الكتاب المدرسي إذا أخذوا الكتب إذن درسنا اليوم كما قلت أذكر الله وأعظمه في الصلاة سوف نتعرف أوجه ذكر الله وتعظمه في الصلاة إذن فالصلاة عبادة عظيمة يتوجه بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبدنه فينبغي أن يتقدم ويستعد نفسيا وبدنيا يؤديها على الوجه الأكمل ومن آداب الصلاة إتقان الوضوء الإخلاص في الصلاة المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ذكر الله تعالى عند الدخول إلى المشي الالتزان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنشغال بالذكر والخشوع في الصلاة إذن سوف نبدأ بالتذكر أميز بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة إذن صلاة الجماعة سبق أن شرحنا هذا الدرس سابقا إذن سوف نمر بعجلة أو سوف نتذكر صلاة الجماعة وصلاة الجمعة أميز بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لأن صلاة الجماعة يؤديها المسلم مع جماعة أقلها إثنان في أي مكان تصح فيه الصلاة وهي سنة مؤكدة في الصلاة المفروضة وواجبة في صلاة الجمعة والحكمة من صلاة الجماعة اجتماع المسلمين وتعارفهم وتآلف قلوبهم وإدابة الفوارق الاجتماعية بينهم وفضل صلاة جماعة لها أجر كبير فهي أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة وصلاة الجمعة صلاة تؤدى جماعة بدلا من صلاة الظهر من يوم الجمعة وهي ركعتان بالفاتحة والصورة جهرا تسبقها خطبة وحكمها هي فرض عين على كل من يتوفر فيه شروطها والحكمة من تشريعها هي اجتماع المسلمين كل أسبوع لسماع الوعد والتعلم وتجديد الإيمان وأظهار الوحدة والتماثق بين المسلمين ولها شروط سبق ذكرها نمر الآن إلى السمع وأقرأ بمناسبة حلول ذكر الإسراء والمعراج دعان الأستاذ إلى إعداد بحث جماعية حول الصلاة وسننها وما يبطلها وما يبطلها وفضل صلاة الجماعة والجمعة قال الأستاذ لا تنسوا أن الصلاة ستتطلب ذكر الله وتعظيمه فبما يكون هذا الذكر وهذا التعظيم إذن ذكر الله لا بد منه في كل صلاة في كل صلاة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ألا بدكر الله تطمئن القلوب وقال أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يعني وأقم الصلاة لذكري يعني معناها أقم الصلاة لتذكرني فيها إذن لا بد من ذكر الله وتعظيمه في صلاتنا والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة إذن نمر الآن إلى أتذكر أذكر المقصود من قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري سبق أن قلنا أقم الصلاة لذكري يعني أقم الصلاة لتذكرني فيها إذن نمر الآن إلى أفهم أعين شفهيا عبارة مناسبة لما يأتي أعظم الله في صلاتي بماذا؟ بحمد الله بالتسبيح والتكبير إذن نمر إلى أذكر أختار ما يناسب من العبارة الآتيات أردد في رقوعي سبحان ربي العادي أردد في سجودي سبحان ربي الأعلى إذن سوف نمر إلى ملخص هذا الدرس ملخص هذا الدرس هو كالتالي قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تذكى وذاكر اسم ربه فصل سورة الأعلى الآية 13 إلى 15 إذن الصلاة عبادة عظيمة يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يؤديها على أكمل وجه من آداب الصلاة إتقان وضوء الأخلاص في الصلاة المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ذكر الله عند الدخول إلى المسجد الانشغال بالذكر والخشوع في الصلاة الالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها إذا سوف أعيد الملخص قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصل سورة الأعلى الآية 13 إلى 15 إذن الصلاة عبادة عظيمة يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يؤديها على أكمل وجه من آداب الصلاة إتقان وضوء الإخلاص في الصلاة المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ذكر الله عند الدخول إلى المسجد الانشغال بالذكر والخشوع في الصلاة الالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها إذن بهذا أكون قد أنهيت الدرس من لديه أي سؤال حول الدرس سوف أقوم بإجابة على الأسئلة في الحصة المباشرة وإلى اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته